وبكذا نكون خلصنا المنهج بتاعنا بكرا ان شاء الله فيه امتحان من صفحة 100 لصفحة 120 مستر مستر تفضل طب وهو سؤال قمجين في صفحة 80 دقال معنا هو جزئية مهمة خلص الامتحان بكرا من صفحة 80 لصفحة 120 طب يا مستر تفضل وحدة 2 اللي هي في صفحة 24 معنا في الامتحان ولا لأ اه طيب الامتحان بكرا ان شاء الله من صفحة 1 لصفحة 120 لا يا مستر مستر الامتحان من صفحة 1 لصفحة 120 لا لا عارفين يا ولاد انتو فكرتوني بقافة من قافات بني اسرائيل ايه يا مستر قافة كثرة السؤال فحياتنا في ناس كتير عندوهم عيب خطير ايه هو يا مستر كثرة السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال تخيلوا يا ولاد ان بني اسرائيل سألوا سيدنا موسى ان يروا الله جهرة وبعد ما نجاهم الله عز وجل من فرعون قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا الها كما لهم آلهة ولو ده كان حال رعيل الاول من بني اسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام فحال يهود المدينة لم يختلف كثيرا فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا انهارا نتبعك ونصدق فقال الله تعالى ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل بل اتريدون ايها الناس ان تطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم اشياء بغرض العناد والكبر فحالكم اشبه بحال بني اسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام ارنا الله جهرة واعلموا ان من يختار الكفر ويترك اليمان فقد ضل سواء السبيل وخرج عن صراط الله المستقيم الى الجهل والضلال ونخلي بنا اسئلة الناس للانبياء تأتي على نوعين اسئلة للتعلم والاسترشاد واسئلة للتعنت والعناد فالتعنت والعناد يفتح باب الكفر والضلال وعلى المؤمنين ان يجتنبوه وشتان بين حال الصحابة مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وحال بني اسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام وكان اكثر ما يعجب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ان يأتي رجل اعرابي من البادية فيسأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون اليه وكانوا دائما ما يتهيبون ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر اعرابي ليسأله بدلا منهم فحذرنا الله عز وجل من كثرة السؤال كما فعل اليهود والمشركون قال الله تعالى في كتابه الحكيم ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها الا هالك فلا تشغل بالك بكثرة السؤال والتوكشو والقيل والقال وتفرغ للعلم النافع وعلى قمته الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وان كان الخطاب عام لامة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه ايضا خطاب خاص لليهود فهم جزء من امة محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر